الأطباء لم يسلموا أيضاً من الانفلات الأمني والتهديدات والهجمات التي تستهدفهم حيث أصدرت نقابة الأطباء بياناً عن تعرض الدكتور سلام فؤاد ربيع وهو مختص بالجملة العصبية إلى محاولة اعتداء في عيادته الخاصة في مدينة الحلة بمخافضة بابل من قبل قريب أحد المرضى الذين توفوا بعد مراجعتهم الطبيب طالب نقيب الأطباء العام بوقفة احتجاجية مع غلق العيادات ليوم واحد ويعطاء الموضوع بعداً إعلامياً فنشهد ويعطاء الموضوع بعداً إعلامياً هذه الأمر لكالبصور سلام حيث نعم حيث اتوى رغف هذه النصر خلالCBS شكرا